السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب. بنكمل مع بعض حل كتاب زا بست اشين اشين اشين. طيب احنا كنا خلصنا الجزء اللي فات لغاية الجمهة. النهاردة هنبدأ شاهد فورتي وان. بقول لك قاعدة سنس طبعا كلنا عارفينها. يعني شقة. دول. انا ما نمتش كويس من ساعة من الناس المزعجين دول. قاعدة سنس بيقول لي سنة تالتة ان السنس بيجي طبعا بعدها ماضي بسيط قبلها هنا ومضارع اعتهم انا ما نمتش. يبقى انا ما نمتش. مين هو المسؤول عن ادارة قسم اللغة الانجليزية هنا. طيب مع مين هو المسؤول يبقى في كلمة سماعة يعني مسؤول عن كلمة وهو مين هو المسؤول عن الولايات المتحدة لديها نفس الشكل من الحكومة فور مور زين فور مور زين توني يارز عشرين سنة او تو هندس سورة جماعة تو هندد يارز متين سنة. في عندي كلمة فور بتدل على المضارع التام يبقى الحكومة دي هاف هاد. مضارع التام يا شباب يبقى هاف هاد. لو سمعت ما تاخدش طلب اتاعي. انا لسه مخلصتش التحلية حتى الان يت. مضارع التام يبقى يبقى انا لسه مخلصتش اي هاف انت فنش. يبقى لو سمعت. شو يا جمال بعد كده. طيب ده كم يا شباب هنا بيقولك. وانت ابني سلبي ليه تماما جده. ليه انت تك سبيس ان بتشاركش في المناقشة. ما تيجي تشارك معنا في المناقشة. في كلمة اسمها يشارك اسمها الشباب يشارك فيه. طبعا هي يعني يعني يحدث. سوي هابن. اه يعني يجبه. بتسوي لك حاجة يعني يعني يشغل مسافة. يشغل مساحة. فانا يا شباب انا عندي يشارك فيه. انا خلصت الهومورك. انا خلصت الواجب. حدث اي ماه حصل. عشان كده بتفرج على التليفزيون. يبقى انت هنا حدث واقع في الماضي. والاسهر لسه موجود. يبقى انا الشباب هنا هاختار مدارع تم. يبقى. اي هاف فينيجد. اي هاف فينيجد. انا خلصت. اي هاف فينيجد ماهي هومورك. انا خلصت الواجب. عشان كده انا بتفرج. يبقى اي هاف فينيجد. طيب. انكارجمنت. ويسبيس. تشيلرين. تو اتشيف زير جولز. اندورك هاردر. خلي بالك اني التشجيع جاء من كلمة. هياملي في الاطفال ان هم يحققوا اهدفهم ويشتغلوا بجد. طبعا التشجيع ده هيلهم الاطفال. يعني كلمة يلهم. عندي كلمة شاب اسمها يعني يلهم. يبقى التشجيع اللي بيحصل ده. او التشجيع ده هيلهم الاطفال. يعني كلمة يلهم. يعني كلمة شاب اسمها يعني يلهم. طب. نكمل يا شباب بيقول لك في عمدي بعد كده. آآ بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طبعا يعني مسئولية او حاجة مهمة جدا للدكتور انه يستمع لشكوى المريض. طبعا كمية يا جماعة مهمة يبقى يبقى من الحاجة المهمة مهم جدا. نادية لسه حالا واخدى الاسناك بتاعتها واجبة الخفيفة دي فمش عايزة عاشة بقى. فهي لسه حالا يبقى هاج جاست هاج جاست فيه في النص يبقى هاج جاست هاد لسه حالا واكلة الوضع. عندنا بكرة متحان انجلش يا شباب. والله انا عندنا متحان بكرة انا راجعت خلاص الفوكاب بس انا لسه غير دلوقتي لسه ما عملتش يبقى اي هافن تستدد. لان يتش يا بتيجي مع المضارع ات. which university do you often is based at? هي الجامعة اللي انت دايما بتعمل هي يا شباب. كمية يعني يقيم. فالجامعة يقيم. ليف يعيش جولة. في كلمة اسمع يعني محاضرة وتجيب معنى يحاضر. يحاضر فيها. بص يا ابني هو روبرت اشتغل في المصنع خمسة وتلاتين سنة. انا عايز او حاجة للناس الشطرة. هو انا لغيت هنا بس. انا ما عرفش حد اتجابتي. لان فورت يمشي مع زمنين. يمشي مع ماضي بسيط. ويمشي مع مضارع تام. يفرق عندي بقى ايه? لهو لسه شغال يبقى حدس بدأ في الماضي ولا زال مستمر. ده مضارع تام. اه راح حاجة تانية خلص ده ماضي بسيط. فالراجل ده اشتغل في المصنع خمسة وتلاتين ولسه شغال. يبقى الراجل ده لسه شغال. لو جاب لي نفس الجملة الراجل ده خمسة وتلاتين وجاب لي وهو دلوقتي متقاعد. وهو دلوقتي شغال حاجة تانية. يبقى كانت تبقى بس ماضي بسيط. اه على فكرة ولادي ممكن ينجحوا في امتحنتهم بسهولة. بالرغم من بالرغم ان هم عندهم زكاء متواصل. يعني شباب بالرغم ان هم عندهم يعني يعني انا شايف زكاء المتواصل الدرس بنجاحه بسهولة. طيب مع كلمة زكاء. وهو في انتليجنت زكي. انما زكاء انتليجنس يعني زكاء. مش مستجبين. جاي من يستجيب. والله مستر يعني انا شايف ان الطالب ده مش مستجيب. انا اتكلمت معاه قوي حكاية نقص الجهود بتاعته. ما قالش انت. ما قالش انك انت معاه مبارح. الاسبوع اللي فات. قدما ما جابش يحددش زمن يبقى مضارع تام. ما الطالب ده مش مستجيب. انا اي هاف توبت. اتكلمت معاه several times. جاب لي مرات. يبقى several times. يبقى انا هاف توبت مضارع تام. طيب. فعندي الشباب يلا بعد كده. over the past twenty years. على العشرين سنة. over دي مضارع تام. his space to most parts of the world. يبقى هو has traveled. انه over the years. على مر السنين. over the past ten years. هو has traveled. يعني سافر. وده مضارع تام. my father set up a space to help. hand cup children. والدي اقام. set up. يعني يقيم. دي ماضي. ما فيش اس المضارع. بل فير بست ست لاتة صفات زي بعض. وما فيش اس بدا ماضي. والدي اقام مؤسسة او منظمة لمساعدة الاطفال المعاقين. hand cup الاطفال المعاقين. طيب ان اخدنا كلمة اسمها association يعني منظمة او مؤسسة. حد يقى في كامباني. مستار كامباني يا شركة. تافرم بقى. قالك فيرم برضو يعني شركة. زي كامبان. we have space pinned to japan but would like to go. احنا عمرنا مروحنا الياباني. بس نفسنا نروح يعني. احنا نفسنا نروح. يبقى we have never we have never pinned to japan. عمرنا مروحنا يا جماعة اليابان. we have never pinned to japan. space should be highly trusted by the public or they will retire from politics. مين هما اللي لازم يكون عندهم ثقة او الناس واثقة فيهم جدا العامة لان ما بقى يسيبوا سياسة يتقعدوا منها. طبعا يا معلومة السياسة يبقى politicians يعني السياسين. don't feed zakat again. يا ابني ما تاكلش القطة دي مرة تانية. i have space feed here. لسة مأكلها حالا. يبقى i have just. لسة حالا يا شابال. هتأكلها ليه? ما انا لسة حالا دلوقتي. يبقى i have just feed here. لسة حالا مأكلها. طيب. first اول حاجة decide on your goals. حاول يا ابني ان انت تحدد اهدافك. and space how to achieve them. انت الاول تحدد اهدافك. بعد كده بقى خطط. يعني انت لاتي اعملت اهدافك. خطط بقى ازاي تحققهم. يبقى انا عن زي ما بعد ما انا decide احدد. decide on هنا. بمعنى لما يجي بعدها نوم بمعنى يستقر على حاجة. يخطط. يتفع على حاجة دي. طبعا هي decide لما بيجي بعدها two plus infinity. بمعنى يقرر. لأ حدد يعمل اهدافك وبعد كده بقى حاول ان انت يعني خطط بقى شباب يعني plan plan to. طبعا حافز كلمات يعني يسمت. يعني يفسد. يعني نظام. او انضبط. نغير خطي القلم عشان الناس برضو القلم ييبان. كامل مدة? وانت تعرف المدارس بلا كده. طبعا يا جماعة هنا مفيش كلمة دل على حاجة. دايما بتيجي مع المدارع التام يعني. بلا كده تعرف المدارس. بلا كده تعرف المدارس. طيب. عبدالتواب يوسف. راجل ده جماعة فاز يعني جواز كتير عشان كتاباته. طبعا يا راجل ده فاز بجواز كتير. فهنا يفوز بجائزة ليه وان. كمت يا شباب وان يعني فاز بجائزة. طيب. اخر مرة شاب روحت السينما من شهر كده. وزي اسمين ده معناها ان اي سبيس تو سينما فور امانس. مدام اخر مرة روحت من شهر. يبقى انا معناها ان انا مروحتش السينما بالي شهر. مع اخر مرة كان من شهر. يبقى انا هافنت جان مروحتش بالي شهر. طيب عندي تاني يا شباب بيقول لك طبعا اني. آآ زير مست بس بس ان ديوكيشنال اكسرنجز بتوين وورل كانترز. لازم يكون فيه تبادل تعليمي وثقافي بين دول العالم. خلي بدك جماعة تكمل ثقافي يبقى يعني ثقافي. انا عايز الصفة من من ثقافي. يبقى لازم جماعة يكون فيه اللي هو يبني عندنا بسم لله طبعا كلمة اديوكيشنال كلنا عارفين يعني تعليمي. وانا عايز هنا يا جماعة ثقافي. مستر فؤاد مال يا شباب اسبيسا ميمبر اوف بارليمانت سينس. آآ في قاعدة سينس يا مستر احنا عارفين سينس بتيجي مع المضارع التامي. وراجل ده هاسبين. هاسبين هو يكون لان يا جماعة ده فينا فيه القاعدة بتاعتنا اللي هي سينس. طيب. عبدالتواب يوسيف is based in a village near بنسويف. الراجل ده اتولد. طبعا اتولد ووز بورن. اتولد في بنسويف وده في الماضي. now دلوقتي I have got a PA. I have had it is based two years. انا حصلت على الميكريوز بتاعي. انا شاهد الوقتي يعني I have it is based two years. طبعا هنا دي فترة سنتين. فترة محددة. يبقى four two years. يبقى عندي four. عبدالتواب آآ بوكس. have is based children for many years. هي القطب الهمت. اثرت على الاطفال سنوات عديدة. يبقى فيه كلمة اسمها influenced يعني influenced الشباب يعني يؤثر على the children for many years. I have is based washed my hair it's still wet. لسه حالا غسل شعري. ده هو مبلول. لسه حالا I have just I have just washed my hair it's still wet. my brother is based here just now. دي جملة متفوقين. دي جنبها كده وتكتب هام. ليه جملة متفوقين? مش الطلبة كلها تعرف ان just now. بتيجي مع الباست مع الماضي البسيط. كله فاكر انه عشان just. طبعا مضارع تام. لا يبقى my brother was. ليه خليتها وز للشباب عشان دي فيه كلمة دلة just now. our post hasn't set a date for her retirement. الرئيس بتاعنا او رئيستنا لسه محددتش. آآ يعني معاد التقاع بتاعها ايت حتى الان. ما انتعنا يا جماعة هنا في اخر الجملة المنفية ايت. who was your space author for children books when you were young? مين هو كاتبك المفضل المؤلف المفضل لكتب الاطفال لما كنت صغير? كلنا عارفين يا شباب كلمة favorite. كلمة favorite يعني المفضل. a huge earthquake. زلزال ضخم. is based central japan. ضرب منتصف اليابان. it happened mid afternoon yesterday. ده هو حصل مبارح بعد انه انتصف النهار. بص جملة صعبة مش بص تقول الجمل دي مش طالب يحلقه بحاجة يا جماعة حلقه غير الطالب يشط. لان الطالب البليد هو عايز يمشي بالشبه. طفين الكلمة الدلة. ممكن لما يلاقي yesterday يروح مختار ماضي. الماضي من hit 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 يباختار دي. لو انت شاطر دي جملة لوحدها مفصولة في full stop ودي جملة تانية. الجملة بتاعتك دي ما فاش كلمة دلة. الزلزال ضرب اليابان. ما قالش امت صح. يبهاز hit. ادامة ما جاب ليش يا ابني كلمة دلة في الجملة. يبه انا عايز هنا مضارع تام. فدائما الجمل دي بتعمل مشكلة حتى للناس كلها. يعني انت يعني هل انا اختار ينفع اختار hit هنا? انا شاف ان ايه ما تنفعش. يعني اهو يعني حتى في نموذج اللي جابه بتاع الكتاب هو كان جاب hit. يعني ضرب. انا شاف ان هي منطقيا ما ينفع. عشان كده الجمل دي دايما في الحام يبيد عنها. الجمل عايز واحد شاطر. لان انا وقفت غاتل فلسطوب انا مش ضعب الجملة التانية الغد الوقت. لو انا هتكلم غاتل فلسطوب بس. في زلزال ضرب اليابان. طب زلزال ضرب مانش امتا يبهاز hit. حصل بقى كلام ده يا ستر دي ما ليش ضعب الجملة التانية. فدي برضو هنحط عليه علامة. لازم نشوف المؤلف الكتاب لاني ما تجيش الجمل دي. طيب. خليك اجابة يا رئيس. بس حالين يا جماعة تيك بارت ان يو شارك فيه. ده جمل بتكرر كده. خليك ايجابي انت شارك فيه النقاش. شايف صفحة دي عاملة كده دي نبص كده مع بعض. هي تعادل شوية. رئيس الوزراء نفس الكلام برضو جملة برضو. هتبقى نفس الفكرة بالزبط يعني الجملة دي هتبقى نفس الفكرة. رئيس الوزراء بتاع ايطاليا استقال. هو قدم استقالته في التلفزيون امبارح. فانا يعني انت برضو يعني دي جملة رخمة. يعني هي نفس اللي هناك بالزبط يعني عشان كي وانا لديه غلطة في الكتاب الجملة اللي فاتت. رئيس ده استقال. قدم استقالته يبقى لغاية هنا الفولستوب جملتي خلصت. معلش امتى? يبقى راجل دهاز. يعني استقال. قدم بقى استقالته مبارح مليش دعوة دي مواضي بسيط معلش مشاكل. فالجملة دي هي نفس الفكرة الجملة اللي فاتت. فخلي بالاكم يا جماعة الطلبة الشطرة تفهم مايش هو الكتاب يعني ممكن يكون نموزج الاجابة فيه اخطاء يعني ممكن نموزج الاجابة بتاع الكتاب فيه اخطاء. نفس الكلام فيها الزلزال ضرب اليابان لغاية هنا مقالش امتى? بدا مضارعتين. رجع بقى لك ده ضربة همبارح دي مليش دعوة بيها. الجملة بتاعتي دي ما فيش فيها كلمة دلة مضارعتين. فنفس الجملة دي بالضط هي هي بالضط الرئيس الوزراء استقال. معلش امتى? فهي هذا. حتى هو الكتاب حاليا نفس الاختيار ده. وانت ممكن ترتب لي كده يعني صفات المدارس كويس بالترتيب. فانعايز كلمة كلمة يا جماعة يرتب. انا عايز ممكن انت بيقولك يا جماعة الوقت يقولك ممكن انت لو سمحت كلمة يعني يعمل قائمة. يعني هي قائمة او يعمل قائمة. انا كنت قبل كده في استراليا انا رحت هناك ثلاث مرات السنة اللي فات. يبقى يا جماعة ايهاف بين. بان رحت ورجعت. مدام رحت ورجعت يبقى ايهاف بين هو الطلاب يا شباب دايما يكونوا ايه عشان يعرف يا ابن يتواصلوا في الفصل دايما يا جماعة الاولاد يعني لازم نشجعهم انا عايز بس يا جماعة هي ياجب ان هم يتشجعوا يبقى يعني في الشركة دي عميل يعني في الشركة دي عميل يعني في العديد من السنوات مهنة التدريس بتكون ايه تستحق يعني بتستحق الوقت والجهد المبزول فيها ففي كلمة اسمها كيمة يا جماعة يعني يستحق طبعا بالاهتمام جدير بالاهتمام في كلمة اسمها برضو ليه مجزي طيب جمل عمدينا نشوفها كده مع بعض ترجمة نانسي قنقر